ان من اهم اسباب التجسد هو اولا حل قضية الفداء المعقدة لقد عجز الانسان للوصول لله فهو خاطئ ومحكوم عليه بالقضاء وهالك ايضا والكتاب واضح اذ يقول اجرة الخطيئة هي موت لانه لا باعمال صالحة ولا بر ولا تقوى ولا حتى ذبائح تكفر عنا وتوصلنا بالله فالله اختار طريقته هو ولقد اخذ زمام المبادرة لخلاص الانسان وذلك عن طريق التجسد ليكون انسان كامل واله كامل لكي يجمع كما ذكرت بين الصفات التوازن التام العدالة مع المحبة القداسة مع الرحمة فيسوع المسيح الكامل اللي استطاع ان يرضي ويشبع قلب الله ان الهدف من التجسد هو فداء الانسان اذ دفع ثمنا باهظا فينا مكتوب عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم لاحظ افتدينا لا باشياء تفنى بل بدم يسوع المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم احبائي مكتوب ايضا اظهر في الازمنة الاخيرة من اجلكم اشتركوا في القناة